اهلا فيكم حبايا ببرج الدلو رح تجوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او تنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خذ من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بانطبق عليك وترك الباقي طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تدعوى فيه اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب فيه اشي يمسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي فيه عندك مشاريع جديدة او فيه عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة بعم تحاول انك تشتغل عليها متحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادي ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بيتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او فيه عندك اكتمال من نوع معين ايضا فيه شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم ينظر لالو من بعيد ولكن عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبه انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحط يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم شوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بيبي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها او وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون او شخص كوميدي شخص يقدم او يقدم الترفيه فلا بد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه او من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بي صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص فبالنسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت هالكرت لانه قال كلي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم بتتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل الصلمات ولكن فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يباد الشخص الاخر من حياته او 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 نحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك في ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينطلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم عمشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء انك رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما فيه كتير او ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالزات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالزات للطرف هاد فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق لتحليل الامور فان شوفت خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضاعع شوي بانك تكتشوف شو الاشي اللي بد فيه الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساوي بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن أيضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وأيضا رح تركز على مانتياتك أو بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية أكتر يعني بالمستقبل عم بشوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص أو بدوا الزواج مع هالشخص لأنه عندك تهيرفنت تهيرفنت أو البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده ممكن أنت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف إنه هو هل تحاول عم تكتشف إنه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم تشوف إنه بالمستقبل عم تفكر إنه تكون جدي أكتر تكون براكتكال أكتر أو تكون منطقي أكتر في عندك أيضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم تشوف بالمستقبل أو رح تقابل شخص أيضا ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل لأنه في عندك توف وانس في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن في المستقبل أنت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن أنت عم تحس أنه فيه إشي عم يأخذ من إشي يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل منشفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك أو شريكك عنده في نكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها أو مطرحة جديدة رح يبدأ فيه أيضاً بدي أحكي على أبراج اللي عم تتعامل معها قبلنا إنسى ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج هوائية أبراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور أيضاً ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لأنه الكرت يتبع برج السرطان الأغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي أيضاً في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف إنه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله وفي عنده تقدم رح يصير كتير ملحوظ وكتير سريع نعم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن أو في عنده ديترمنيشن كتير عالي للوضع المادي أم يطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك أنت ومشوف أيضاً إنه هو يشوف إنه العلاقة من أجل إنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح أيضاً يعني هالشخص بيفهم إنه المادة طبعاً مش كل إشي ولكن بيفهم إنه هي إشي كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشي مثل هاك عم شوف إنه هو في شخص كتير مصمم إذا إنتوا منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير إيرادة وتصميم إنه دائماً كلما الأمور بتخرب يصلحها مرة ثانية أو مستعد إنه يحط المجهود مشان يصلحها مرة ثانية أو يصالحك مرة ثانية أو تتوفقه بالعلاقة مرة ثانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع إنه متهور متقلب المزاج إلى إنه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي مجعم بعرف حكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل أوبن مايندد عقليته من فتحه بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت إجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحيب تتابع القراءة هديك ممكن تفيدك بإشي معين لإنه بنفس المطرح جات فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف إنه في عندكم شفتس وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص فيه بينكم لسه رح يكون فيه تحفظ بالمستقبل لإنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لإنه أنت وهو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض أنت وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى أنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين أنه هالشخص كتير عميد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عميد وعم تحاول أنه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع أو ممكن أنت تحس أنه هو عم يحاول دائما أنه يفرض سلطة إذا أنت رجل ممكن أن الإمرأة اللي عم تتعامل معها تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية وإذا أنت إمرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يقول شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الأمور ولكن عم شوف أنه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو أنه يكونوا أسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول نيت ورفقاء ضرب أيضا ممكن تكونوا اللي 2 عم متوفروا من الناحية المادية من أجلها العلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح بأنه بدوا يكونوا أسرة مع هالشخص عم شوف أنه أنتو الاثنين عم تخبوا إشي مادي ممكن عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج أو من أجل صرفيات من أجل أنه تنفقوها على إشي معين حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكريب إن شاء الله رح شوفكم